اشتركوا في القناة 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 وهي مرة واحدة في اليوم لتخفيض ضغط العين هتستغل في طب خالص اوه بيحصل حاجتين غرب جدا الرموش بتاعتهم بتطول لونها بيغمق وبيكتروا في العدد يا الله واللي بقى يزعل الاجانب برا ايه بقى ان يخلي لون العين اغمق لان هما لونه عينيهم فتحة اخضر وازرق فيغمق اللون يبقى اقرب للبون سيبك من ده ده مش هيقصر عندنا احنا كعرب لان احنا اصلا الايرس بتاعنا او القزحية بتاعتنا اصلا غمقة فمش هيغمقها اكتر ما هيغمقة يعني سودة سودة لكن الرموش احنا دي اللي استفادنا منها فبقينا دلوقتي بنستعملها كزي المسكرة تتحط على دي القطرة على قطنة مثلا او حاجة زي بتاعت المسكرة وتتعامل بيها الرموش بتاعت العين بعد فترة تقريبا شهر شهر ونص بيبقى فيه فرق شاسع ما بين قبل وبعد كتير طب يعني هي اصلا مادة علاجية لا ده انا هقولك على حاجة غريبة جدا تمن القطرة بتاعت ضغط العين للناس الغلابة اللي عندهم جولوكوما كانت منها مثلا نفطرة سين بعد ما دخلت في خصة التجميل بقت خمسة سين يا الله طبعا طبعا يعني معرفين هي اصلا مادة علاجية طيب دكتور هي قطرة بتعالج ضغط العين طب انا استخدمها كمادة علاجية احنا مش هنحطها قطرة يا شدي احنا بس هنستعمل بس مسكرة انت مسكرة للرموش طب هي موجودة السعودية ما ترخصتش الحقيقة انها تدخل السعودية لكن الشركة اللي تصنعت القطرة عملت منتج بتاعها في صورة بتيجي محلول وبييجي معاه سوابس كده عشان تعملي بها مسكرة بس داف امريكا بتيجي بقى من الصحابنا مثلا اللي بيجايين بنوصي عليها وبتيجي طب حلو ممكن كل البنات اللي بيسمعوني بسيط انا حطت الاسم بتاعتها موجود عن انستجرام ووجود في حساب دكتوريا محمد حنتيرا على الانستجرام حنتيرا تلتين حنتيرا تلتين طيب جميل خلينا دكتور ندخل في عالم العيون والاسئلة الشائعة عمكان هي تكون بسيطة زي ما ذكرت في المقدمة كيف احنا نحافظ بشكل عاما على عيوننا مثلا نقوله كل جزار اكل الجزار كل فواكه الرياضة عموما يعني بتخلي العين صحية شوفي عشان تحافظي على عينك موضوع سؤال صاحب قوي عارفة ليه لانه متشعب جدا عايزة تقولي ان انتي مفتاح عينك كم مرة كم ساعة في اليوم يعني بتنامي ستة ستة وبتنامي وبتبي صديق صحية 18 ساعة عشان تحافظي عليها 18 ساعة شوفي في اليوم كم اسبوع في كم شهر كم في السنة يبقى انتي عايزة مجهود جميل جدا الاكل لازم يبقى كويس ان انتي تبقى العين تبقى الاضاءة اللي انتي بتشتغلي فيها تبقى كويسة الفرجة على التليفزيون والكمبيوتر والحاجات اللي هي فيها اشعاع لازم تبقى نقلل منها على قد ما نقضى موضوع مركب جدا لكن لو مسكنا على سبيل المسال اكل الجزر يقوي النظر بلا شك الجزر فيه فيتامين الف لكن ما يقويش النظر هي كلمة الصح يحافظ عننا يحافظ والغريب الناس كلها لما تيجي تسأليها حتى فيه اطباء تسأليهم اكتر حاجة فيها فيتامين الف ايه يا دوبتور يقولي الجزر طبعا لا طبعا السبانخ يالله السبانخ برضو حدثت عن الستجرام والكويتر فيه حاجات كتيرة قوي فيها فيتامين الف فيه ناس ما بتحبش الجزر فهي عمل ايه فيه حاجات تانية ربنا سبحانه وتعالى عمره ما خلى يبقى فيه نوع من الفيتامين او فيه مينيرولز معادن تبقى موجودة في حاجة ومحرومة في حاجات تانية عشان اللي مش عايز ده يروح لحاجة تانية سبحان الله هو عادل طيب اذا اي شيء فيه فيتامين اي هو مفيد للعام ومسا الجزر دكتور وما نحفظهاش زي ما انا بقول للزميل الأطباء بقول لهم اي حاجة ملونة في طبق الصلطة او طبق الفكهة فيها فيتامين الف طيب جميل طب نرجع لموضوع الرياضة انا سمعت او قرأت فيه رياضة للعين ده حقيق ده حقيق واشتغل عليه شغل كتير او تصوير يا شادية بيحاولوا من خلال الرياضات دي انه هما يقللوا من ضعف النظر بس هي ما كدبش عليك الشغل كتير فيه في الجزئية دي لكن ما اثبتتش الدراسات العلمية ان لها عامل كبير امكين بس اجهاد النظر تقريبا الرياضة دي بتقلل من اجهاد اه دي بقى اللي انا معاك فيه يعني انا لما اقعد فترات طويلة جدا على الكمبيوتر زي مثلا واحد بيشتغل في الخطوط السعودية او مثلا احد على الكمبيوتر تكلمي الثمان ساعات ما بيقومش او مثلا على السفريات او اي او اي حد كلنا بنشتغل كتير بنوك او بنوك الله يفتعليك ده عينه هتجهد وتلاقي بعد فترة تلاقي عينه تحمر وممكن يجيله اصلاع ده نتيجة ايه ده نتيجة ارهاق العين وانقباض عضلات العين الداخلي محتاج حاجة بسيطة خط ان كل عشرين ديئة قعدت فكرة عشرين 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 كل عشرين ديئة ناخد عشرين تاني يعني تقريبا نص ديئة نبص على حاجة على بعد عشرين فيه يعني تقريبا اكتر من ثلاثة او اربعة او الرياضة انا قرأتها دكتور انه نغمض عيوننا عشر ثواني ونجرع نفتحها يعني كذا مره عشر مرات نغمضها ونفتحها جميل او يمكن اللي هي تدوير العين اي حالو ده عشان 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 دي كل دي فيه حاجات كتيرة او الحقيقة انا مش حافظ كتير منها لكن زي ما انت بتقولي كده فيه حاجات عشان توزع كمية الدموع على العين ده الهدف بتاعها طيب جميل جدا فيه اسألة دكتورة عن طريق التويتر من علي الغامدي بيقول حبيت اسألة دكتور محمد عن مرض اسم الرأرأة هل وجد له علاج قهاني منه منذ طفولتي ده الاسم العلمي او المصطلح العلمي قال في سلامة استاذ علي الرأرأة مقصود بيها هزة العين انت ليش بحض بتشوفي ناس اللي هما بنسميهم ألبينو اللي هما عدو الشمس بنسميه كتا ما يقدرش يفتع عينه في الشمس عشان كده بنسميه كتا فتلاقي عينه بتتكتز زي البندول السياع البق بقى جوه ده بيكون نتيجة ايه ان الخلايا الصبغية اللي موجودة في عينه بتبقى قليلة جدا فما يقدرش يتحمل ان هو يشوف الصورة بانتظار الحقيقة في حاجات لها علاج وفي حاجات لها دعوة بالمخ ما بنقدرش نعمل لها يعني زي هذه الحالة ما لها فيه اصل فيه كتير او في كزا نوع الحقيقة فده بتكشف يبان اذا كان يستفيد بالجراحة ولا لأ وفيه ناس بتستفيد بالنضارة بقى بس مش يروح خالص الرقرقة وانما اتقل مش تروح خالص يعني لازم يراجع يعني ممكن لازم نعرف السبب ايه يعني حضرتك علي اذا انت من مدينة جدة ممكن يشرفت اهل المساعدة ربا لمركز البطل للعيون طب دكتوري يعني فيه اسئلة ممكن تجميلية اكثر من هي طبية مثل الهالات السودبية بعاني منها كثير منها انا هو قدامك انا هو قدامك يعني اتمنى ان الهالات اللي تحت عنايا بس انا عارف المشكلة عندي ايه ان انا قليل في النور ما بنامش فترات طويلة فده بيخليني دايما بقى انا مرهق لكن فعلا لما باخد اجازة وبطول كويس الهالات دي بتختفي بنسبة سبعين في النور طب واللي جاي وراثي بالنسبة للهالات اللي جاي وراثي يعني دايما نقوله حطه وصفات غريبة معرفة طبية هي لها شوفي الهالات دي لها دعوة باكتر من سا ممكن يكون وراثي وده مالوش مش مشكلة بقى دي ليه لانه ذوي البشرة السمراء اكتر في انه هما بيبقى عندهم الموضوع ده وده بتبقى زيادة في الخلايا الصبغية تحت الجفن طب دي مش هنقدر نعمل فيها ممكن نستعمل كريمات تقلل الخلايا الصبغية او فيه نوع من الحقن بتتحقن في هذا المكان زميلنا بتوجل دايب يحقنوها ممكن انها تخفر بس فيه حالات بتيك النتيجة اجزيمة هنا دي لازم نستعمل فيها كورتيزون فيه حالات مرتبطة بالانيميا يبقى لازم ناخد حديد فيه حالات تانية يعني فيه اسباب كتيرة او ممكن تكون بسيطة وممكن تكون معقدة بس الكشف هو الكشف هو ده اللي بيحدد النوع طيب جميل جدا احنا لسه بنسخر بنسخر على جولك دكتور محمد ان شاء الله مستمعنا رح نرجع نكمل لموضوعنا اليوم اي سؤال عندكم حول سحة عيونكم تجميل العيون اي موضوع حول العيون ارسلونا رسالة نصية اكتب فيه طبابة ألف او سؤالكم مباشرة لحاملي شريحة STC 847700 موبايلي 640660 ولي مشتركين زين 746262 او حساباتنا على تويتر والانستجرام أت ألف ألف أف أم حسابي شخصي أت شادي أتي اسئلتكم حول موضوعنا لليوم ان شاء الله دكتور محمد حنتيري رح يجاوب عليه فاصل قصير ونرجع مستمعينا كيد فيه طبابة ألف معاكم انا شادي عبدالعزيز ضيفي لليوم دكتور محمد حنتيري المدير الطبي لمركز البطل للعيون من جديد متواصلين معاكم مستمعينا على هاو ألف ألف أف أم في طبابة ألف معاكم انا شادي عبدالعزيز ضيفي لليوم الدكتور محمد حنتيري المدير الطبي لمركز البطل للعيون استشاري جراحات القرنية وتصحيح ال الانذار الانذار لا لا بصار أنا محطة توقت أصلا دكتورة وزمانة تأكلية الجراحين الملكية البريطانية أهلا وسهلا فيك أهلا بك يا سادي الله يتكلم دائما تحت الهواء بيكون في دردشة خفيفة في واحد من المستمعين دكتور محمد اسمه أوكي بروق أو حاجة زي كده شوف الصورة دكتور إذا شايفها كاتب دكتور أنا جلولين هذه اللي في عيني راح تروح مع البلوغ بس ما راح تعمره الآن 19 سنة حتى تصورة معرفية وحمة ولا هي دي تجمع لخلايا صبغية شادي يعني بمعنى هي كومون أكتر في الناس اللي هي بشرتها صمرة ممكن إن في البيض بتاعين سبحان الله يحصل تجمع للخلايا الصبغية مش أكتر ولا أقل ودي مش خطيرة خالص بس يمكن لأن أنا من الصورة شايف هو طبعا ممكن متدايق من شكلها لكن أنا شايف إنها الحياة ما فيش منها أي خطورة خالص السؤال هي أطرح نفسه بقى لو حد بيسمعنا وعنده حسنة في عينه إمتى أبقى الآن؟ لو الحسنة دي بينها وما فيش مسافة بينها وما بين السواد بتاعلي هنا ممكن يا بالان أو لونها بيتغير مع الوقت أو كانت نقطة وبقت أكتر إيش الضرر فيها دكتور إيش الفرج ده معناها موضوع خطير إحنا ممكن نكون دخلنا في موضوع أورام آه آه موضوع خطير يعني لازم معرفة لكن لازم أنتوا شايفين كده زي ما أنتوا شايفة الصورة اللي هو بعيدة آه خالص بعيد في مسافة سبيس ما بينها وما بين السواد بتاعليين فمفيش منها خطورة خالص أنا بأفضل المرضى اللي أنا عندي بالنسبة للمركز اللي ما حد بيجيلي من الـ هاي ريسك جروب دول اللي أنا ذكرتوهم عرطول بصور الصورة آه وهو قاعد معي وببعدها له عرطول على الواتس أب بتاعه آه بحيث إن هو كل ست شهور نعيد التصوير تاني ونطابع الصايز بتاعها اللون بتاعها نبقى الدنيا وقع نفس الحسنة دي اللي في العين التصوير مهمة جدا عشان التوثيق آه فور دوكومنتيشن والمتابعة طيب جميل طيب ننتقل لموضوع آخر بعد كده نكمل الأسئلة وفيه مشاء الله كثير أسئلة عبر التويتر أنا كمان جالي على الإنستغرام آه بخصوص التهاب حرف الجفن آه التهاب حرف الجفن آه أعتقد من المتابعين آي أو تي فور ودي آه بتسأل على التهاب حرف الجفن التهاب حرف الجفن ونتبحها كلمة مزمن لأن التهاب حرف الجفن ده طبيعة جسم آه جسم دهني في الأغلب دايما عادة بيجي للناس في مرحلة ما بعد البلوغ وفترة الشباب آه ممكن يكون فيه آه مصاحف فترة من فترات العمر حب شباب وممكن لا آه الجسم نفسه لما بيفرس دهن بيبقى آه مرتع كويس قوي للبكتيريا نيان معال وهذه البكتيريا تفرس سموم آه تؤدي إلى آه زفاف في العين واحمر عارب هتستغربي إزاي نعالج الموضوع بك بسيط جدا جدا أنت لما لما يكون البشرة دهنية في وشك نعمل ايه نقول دايما للمريض اخسل وشك كل يوم بالمياه والصابون أربع لخمس مرات لا أكتر ولا أقار هو دي نفس الفكرة طب هحطوا صابون إزاي يا دكتور في حرف الجفن لا بنجيب الجونسون بيبي شامبو بتاع الأطفال عرفها الأصفر ده ده لازم مخصوص ليه أي شامبو لأن ده لأو دخل في العين أصلا ما يوجعش ومنحله واحد لواحد يعني بمعنى آخر نجيب كده الجونسون بيبي شامبو ونملى الغطى بتاع الزيازة للنص ونكمل الباقي بمياه دافي واجيب القطن بتاع الأذان الكوتون بانز المعروفة ونضف بيها حرف الجل وهعمل كمدات مياه دافي بس لا محتاج قطرة ولا محتاج أي حاجة تعقد الموضوع أكتر نبتدي نروح لدكتور ونشوف الموضوع نحط بس بين قسين حاجة يا شدي مهمة جدا أنا مش كل اللي بيسمعونا رجال طيب السيدات اللي بيدر بقى الموضوع أكتر هو استعمال المسكرة والكحل ونم بيها الكسل بقى بعد المناسبة بقى أنا مش قادرة وخال ما تنضفش إيه وشها أو لموشها أو مثلا حرف جفنة هو ده اللي بيدرنا بعد فترة ممكن المواد الكيموية بتدخل الجملة حاططت على الإنستجرام مشاكل الكحل شكلائي مصور مستأذن طبعا من بعض المرضى وخذتنهم صور إن قد إيه عدم تنظيف العين سبب إن البيض بتاعي العين بقى فيه مسكرة خالص ما قدرش أشلها معقولي بصي على بصي في تحت عندي في الإنستجرام حتلاقي في صور طب جميل يعني الموضوع جدا ما تسهل فيه بناتي المكياج مسحو يعني أوكي كل أنا بنحط ميكوب بس بليز يعني الموضوع يعني في صحتكم أكيد حتى النظارات الشمسية على طار التجميل النظارات الشمسية ما حد يستهون بإنه يشتري نظارة عشان هي رخيصة خمسة عشر ريال أو الأخيرة ضرورة تكون حب نتكلم في موضوع ده ياريت ياري لأنه في صلصة أنا أريد أن أروح دلوقتي أجيب من محل نظارات نظارة شمس وتبقى كويسة لعيني طبيا وشكلي كويس طبعا لازم مهم جدا أنا بقى نعارف شكلي بالنسبة لك أنت وشك مثلث مقلوب يا شدي بالنسبة الوشي أنا مستطي واحد تاني ممكن أنه هو يكون مدور واحد تالت وهكذا وكل بقى حجم غير التاني فيه شكل النظارة يولائم المثلث غير المدور غير المستطي ده واحد اتنين وأنا بختار النظارة الشمس مهم جدا أحرص وأن ألبسها في المحل وأنها تكون العدسات كبيرة وأنها تكون مقوسة إيش الفرج ليه كبيرة عشان تغطي العين وما حولها واحد من الأشعة فوق المنافس دي اتنين ليه تكون مقوسة عشان تيجي ملفوفة في اللجناب عشان ما تبقى كبيرة ترجع الناحية قريضة من الودن شوية فتقدر تغطي الأشعة الميلة اللي جاياني من شباك السيارة مثلا لو أنا سايق أو حاجات زي كده تاني حاج أو تالت حاجة مهم جدا المخدات بتاعة النظارة على الأنف إنها تكون مريحانة مش تبقى طلعة قوي ولا تبقى نازلة قوي ضغطة على ما تبقى شو ضغطة وسايبة رابح حاجة العدسات تكون أصلية أي يفضل إنها تكون وإذا غالية قوي ممكن إن احنا نكتفي بس إنها بتشيل مية في المية أو تأكد من دي قوي مش تسعين مش تمانين في المية من الأشعة فوق قلب نفس دي هو سعر النظارة يمكن بيحدد نوع النظارة إذا كانت هي بتشيل مية في المية أو لا طبعا أكيد بس هي درجات في بتشيل مثلا تسعين في المية فها أرخص مية في المية بتبقى أغلى بولارايزد بتبقى أغلى واغلى جالي سؤال وأنا وأنا بكلم في القصة دي عن الإنستجرام طب يا دكتور إزاي نعرف إذا كانت النظارة دي بولارايزد ولا لا في كارت خلاص موجود فيه أشكال معينة ممكن تحط عليه النظارة مفروض محل النظارات لو هو واثق من نفسه بيقولك بص بنفسك كده شوف الكارت ده حيوضح لك الصورة أوضح ولا إذا موركش الكارت اطلب إنت الكارت عشان تعرف إذا النظارة دي تستاهل فعلا التمن اللي هتندفع فيه ولا بين قسين يا جماعة بالزبط أمور بسيطة يمكن نستهوم فيها بس نسأل يوم القيامة عن صحة جسمنا عيون يعني يعني أهمش الحمد لله نحمد ربا على نعمة البصر يعني نحملها عشان النظارة رخيصة والله أوفر على نفسي يعني مو معقولة والله مش كل الناس انت عارفة المصيبة ان مش كل الناس بتحاول انها توفرة انت ممكن انه هو بيبقى رايح عن دي سين من الناس وعايز يدفع ويجيب نظارة تحمي يعني بس التاني بقى اللي بيبيع هو ما عنده أمانة بالضبط دكتور يعني أسئل كثير إن شاء الله برضو رح نتناول خليني بس أذكر على السريع أرقام الاسمس استي سي ثمانية أربعة سبعة سبعة سفر سفر موبايلي ستة أربعة سفر ستة سفر ولي مشتركين زين سبعة أربعة ستة اثنين ستة اثنين حسابنا على التويتر أت ألف ألف أف سؤال دكتور بينما نتكلم برضو عن تلوين العين عن النظارات الجمسية في صيحة مؤخر قبل ما أطلع على الهوى شفت الفيديو تغيير لون العدسة مش بعدسة يعني خارجية نفس عدسة العين تتلون ما أعرف طبعا هو يعني فيه هاجس كبير جدا يا شادية إن احنا عايزين نغير لون العين للون فاتح إحنا مش راضين كعرب وميدل إيسترن إن احنا اللون العين بتاعنا غامق معين الأجانب بيموتوا عليه المهم نرجع للغاية إحنا لما بنتولد لو شفت حد من مثلا أولاد إخواتك ولا حاجة لسه مولود صغير تلاقي يعني غامقة ولا فاتحة فاتحة رمادي فاتحة خالص ليه لأن الخلايا لسه الصبغية بتبقى لسه متكونش بتبتدي الأول تبقى رمادي أو أزرق ولما الطفل بينمو خلال الشهور الأولى لحد لما يوصل سنة بتبتدي الخلايا الصبغية تتراكم على الأصل فيبقى يتحول إلى البني وممكن يبقى يبني فاتح وبعدها يبني غامق ثم يبقى أزرق يبقى إحنا الأصل بتاعنا رمادي أو أزرق وكل ما بقينا ماتيور أكتر بقينا للون الأغمى فلما الليزر هذا اللي بتكلمي عليه في الفيديو في اليوتيوب بيعمل صنفرة لسطح القزحية عشان يشيل الخلايايا الصبغية ويمسحها ويكشطها فيرجحها لأصلها زي وانتي بيبي كل ما شل أكتر كل ما اللون يفتحها أكتر وكل ما ما شلش كل ما كان أغمى المشكلة كلها أن المسح ده والتنظيف بينصر هذه الخلايا فممكن هذه الخلايا جوة العين تسد فتحات تصريف المياه اللي موجودة جوة العين فنلاقي الضغط بتاع المريض نقدر الله يرتفع ونضطر نخش نعمل عملية مياه زرق يعني هذي موش تجميلية تغيير لون قزحية العين يمكن يعني هي تجميلية مش تجميلية هي تجميلية يعني اللي بيقدم على حاجة زي كده بيجو فيها يقول لك أنا بغير لون قزحية عيوني يعني طب فيها تايت إفاكت كثيرة دكتوري طبعا دي نقطة مهمة جدا للأسف بقى مشكلة ليوتيوب ما بيعرضش بقى إلا الجزء اللي هو إيه البراق الشفاف يا سلامة في شحسن من كده وإن الموضوع بسيط وإن الطب تطور لأي مرحلة إحنا لحد دلوقتي على فكرة ما دخلش هذا الجهاز عندنا السعودية طبعا في حاجة بتعمل مهمة جدا هنا عندها في سعودية اسمها سعودي مش أي جهاز مش أي عملية تخترع في أي مكان نجيبها لازم بتعملها متابعة لفترة طويلة أو نتأكد تماما إنها آمنة جدا لعيون الناس مش عشان تجميل نعمي الناس لقدر الله صحيح يعني إذا هي موجودة لكن مش آمنة مش موجودة عندنا في سعودية مش موجودة بس موجودة برر يعني إحنا بس لفتنا نظر حول الموضوع هذا لإنه فيه استفسارات كثير ممكن في حلقة من الحلقة أنا بيجي كثير وعلى موضوع الرموش وعلى موضوع تغيير تلوين العين عم يحط لك عدسة وخلصنا وأنا بقول لهم للبنات كده والله المشكلة يا بنتي أنت لو أنت مش راضي عن لون عينك دلوقتي وعملتي حتى نفترض أنت عملتي الليزر واتغير لون العين للأزرق طب أنت بعد سنة اثنين ثلاثة حتزهق أنا عايزة بالضبط عايزة خليها تبقى أخضر بالضبط موجود لكن مش مش آمن مش آمن أبدا سرانة بتقول يا دكتور أسأل ما هو الحل في حالات إذا الرموش ترمش في العين وتكون مزعجة تجعل عين تدمع باستمراء توقع واضح لنها يعني بدل سمحان الله أنت عارف طبعا أن الرموش لو بصيتي عليها في المراية وأنتو السيدات يعني مغرمين أكتر بموضوع المسكرة هتلاقي ان اتجاه الرموش بتاعتها اللي فوق متاجها فين أسفل لا اللي فوق آه إيه عادة الفوق لا مش بس الفوق بل فوق والبرة زي برة الاتجاه اللي وحشي البر ناحية الودان آه واللي تحت اللي تحت والبرة مين اللي علمها أنها تطلع لما تطول ما تطولش الفوق لما تطول لبرة رب العالمين الخالق سبحانه ولا هو حكمة في ذلك لأن الأشعة لما هتجيلك عاملة زي الشمسية اللي برة خط فلقدر الله لو حصل وحصل نوع من الفيبروزيس أو سكارينج تلايف فيها فما هتنمو في الاتجاه الصحيح تلف في الاتجاه العكسي ناحية العين كل ما يبربش أو تبربش للأسف وبتدمع عيونها طب إيش الحل البنات أو يعني اللي بيبقى عندهم المرة بيبقى بسيطة يروح واقف قدام المراية وجايب الملقاط اللي هو بتاع الحواجب ده ونرحنا تفهم لكن بعد ثلاث أسابيح بترجع تاني ينتف رمشة العين ينتف رمشة ومعقولة آه لا 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 ده ما في علاج طبي أيها بالزبط هو ده أسابيح لأن بعد ثلاث أسابيح ده حل مؤقت بالزبط فبنعمل إيه بقى تحت مخدر موضي خالص موضوع بسيط جدا جدا بنحرق جدر الرمش ده فما يت نكمل نكمل نطلع فاصل الحل الجذري هذا لكن بعد الفاصل دكتور محمد حنتيرا المدير الطبي لمركز البطل للعيون معكم شادي عبدالعزيز في طبابة ألف واصل قصير ويراجعين خلوكم على السماء طبعا كل اللي بيستفسر إن شاء الله رح نرد على استفساراتكم وأسألتكم كما رح ناخد اتصالاتكم المباشرة على أرقامنا سجل عندكم أيوا فتح الجوال سجل عندكم أكتب ألف ألف أف أم خلص خلي عندكم خزن 012 616 1100 أو 011 2175 85 هذه أرقامنا المباشرة إن شاء الله رح ناخد اتصالاتكم دكتور يمكن إن شاء الله تكون المستمعة اللي سألت عن الرموش اللي بتدمع اللي بتنمو بشكل بتفرح إن شاء الله تكون استفادت من الإجابة لو في أي إضافة سريعة أو ناخد عفوا سؤال آخر من عبده أم متحاش عندي مشكلة في النظر للأشياء البعيدة أثناء النظر أصغر عيوني يعني 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 لدرجة وجدت جاعد حول العين رغم صغر سني أتوقع هذا حل نظارة على طول الله يفتع عليك صحيح طبعا ده في الأغلب عادة بإما بيكون قصة النظر أو قصة النظر مع استجمال موضوع بسيط جدا هيروح يعمل يعمل كشف ويصرفوله نظارة والموضوع ينتهي مش هيحتاج إنه هو يغمض عينه بالطريقة طبعا ممكن يقول طبعا أنا ما بحبش ألبس نظارة دكتور الموضوع بسيط خالص ممكن تلبس عدسات طبعا أنا مش عايز ألبس عدسات يا دكتور في عملية ليزك تنهي القصة من القصة المشكلة كلها أنت يعرف يا شادي بتصغيري العين ده ممكن مع مرور الوقت يحصل التهاب ونلاقي هذا الشخص يحصل له التهاب في حرف الجفت وإيه كمان ممكن يحصل أكياس دهني يعني لازم الوحد للحاج نفسه طيب عندنا كمان يا دكتور هادي جناء جاريناها سارونا عندنا حب سلم على دكتور حانتيرة أنا أخوانه أقاربي سوان العملية عنده بصراحة دكتور ممتاز جدا يسا يا دكتور وأشكره على عمل الرائع حشام غلام طبعا طبعا من ينبع من ينبع ما شاء الله تبارك الله طيب دكتور يمكن تحت الفاصل قلت سموي قرأة فعلا كان بسؤال حلو قوي الشاشات بتاعت الجوال والكمبيوتر بنجلس عليها فترات طويلة قوي نقدر إزاي نحمي أولادنا ونحمي عينينا احنا بشكل عين أول حاجة بالنسبة لشاشات الجوال مهم جدا ان احنا نحطها في البرايتنس بتاعها وضوح الرؤية يبقى للنص ما يبقاش زيادة قوي وأحرص لفترات طويلة لو أنا بشتغل على شاشات كمبيوتر أو بشتغل على ايبادز أو تابز أو كده إن أنا أقل إضاءة الغرفة الباكجراوند الباكجراوند اللي هي الخلفية ما تبقاش قوية يعني يعني اللي بستوديو وإحنا عاديين كده قوي قوي نيون شديد قوي اللي إحنا عاديين فيه مفروض أن يخف شوية الإضاءة اللي إحنا عاديين فيها طب خفف إشعة إضاءة عفوا دكتور المكان والشاشة تكون إضاءتها آه عشان يبقى فيه كونترست عشان يبقى فيه كونترست كده أنت إجهاد العين عالي جدا بقبو العين منقبض لأقصى حد ممكن نتيجة الإضاءة القوية بتاعت الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر والإضاءة بتاعت الغرف فأنت يعني حاجة واحدة بس أو حين على رأيي وكل ضربة في الشتيبة أو على قل تكون الإضاءة الخارجية من الخلف مش أمام العين المباشرة أو طبعا لا لو أنت بتأسأليني بقى عن أباجرات حاجات زي كده ما بحبها لا كل ما كانت كانت منتشرة أفضل من الإضاءة المباشرة اللي هي دي لا بتجهد العين في كل الأحوال ولذلك النيون لو تجي تتسأليني تقوليني طب أنا بشتغل يا دكتور على شاشات وحطين ضوء أصفر مع السلام في المكتب هل ده أفضل ولا نطلب منهم لو هون تقدار يعني نحطانيون يبقى نيون لأنيون أحسن أفضل من الإضاءة من الحاجات التانية برضو من الأسئلة وأتوقع برضو بعض المستمعين يطرحل زي نهم الموضوع ده طب فيه نطدارات يا دكتور تحمي أنا نظري كويس فيه ممكن ألبس نطدارة تحمي عناية من الأشعة اللي بتطلع من التلفزيون أو من شاشة الكمبيوتر أو من الآيفون لا يا جماعة مفيش نطدارة ممكن تحمي من الأشعة ودي أجذوبة مش مزبوطة مفيش نطدارة تحمي من الأشعة ممكن تبقى يعني الانتي رفليكشن مش ده دورها ألاقي ناس تيجي تقول لي معلش اكتب لي انتي رفليكشن عشان الكمبيوتر لا مش كده الانتي رفليكشن لقصة تانية خالص ده أنت لو بتسوق بالليل الإضاءة بتاعة السيارات اللي جاية في المقابل يتعمل لها رفليكشن على على النطدارة من بره فمتخشش كمية إضاءة طب أقل إزاي من إضاءة الكمبيوتر انت يلقى فيها انت يعمل عليها مش أكتر طب أنا عندي شاشة قديمة ومش قادر غير طب مش قادر أغيرها هنا بقى أطلب نطدارة تبقى فيها خلي النطدارة من سميها أوتوماتيك فوتوكروماتيك عشان بس جهبنا كده على كل كل الحاجة اللي لها يعني سموين إن شاء الله تكون كده خدت إن شاء الله كل المستمعين يعني إحنا بالفيد أكبر قدر ممكن من المستمعين فعلا شاشة العيون للأطفال وما أدراك الأطفال والآيباد والأشياء هذي كدهش بتأثر في عيونهم بس عشان نعطي فرصة دكتور فيه اتصالات كثير أرقامنا من جديد 012-616-1100 وعندنا اتصال نقول مساء الخير ألو مساء الخير نسي الجوال طيب اللي تصلي اللي بعده مساء الخير برضو معقول فيه مشكلة معقولة طيب ألو ألو ياهلا وسهلا أهليا مساء النور عزيزتي مين معايا مالي اسمعاك سامية الجارحي أهلا وسهلا فيك سامية لسه توقق قرأني سؤالك تفضلي أيوة بس أنا أنا استريت نظارة من برا اللي تمنع من الشاشة حاجة الكمبيوتر للأسف يا سامية اتضحك عليك بصي بصي وإليك على حاجة كان لها دور النظارات دي أيام ما كان شاشات الكمبيوتر البوكس الكبيرة اللي بطلع كمية إشعاع كبيرة دي فاكرة فاكرة كمبيوتر الشاشات الكبيرة دي دلوقتي بعد ما بقت LCD وبقت نحيفة كمية الإشعاع بتاعتها بقى أولاية جدا فأش فيه مشكلة لما ألبسها أحس بأعلام حول العين أنا بقولك بقى إحنا عايزين يفضل أن أنت بطلبس فيه ضحف نظر كمان لأ بس عشان أتابعت كثير عيوني في الدم يعني ده حاولي قدر إن كان رياحي عينك أنت مش محتاجة نظارة ولا حق بست رياح يعني بس عيد لنا يا دكتور كيف تنظيف حرف زيفنا العين حاضر شكرا يا سانية يعطيك العافية تفضل دكتور بنجيب الجونسون بيبي شامبو اللي هو بتاع الأطفال الأصفر الأصفر الأصلي بن قسين لأن فيه برضو حاجات كتيرة قوي مش مصبوطة في التركيز بتاعها وأفك الغطى بتاعها وأقلبه أحط النصه جونسون بيبي شامبو وأكمل بقية الغطى بمية دافية بن قسين وأجيب الكوتون بادز بتاعة الودان وأعمل ميكس للكلام ده عشان أخفف مصبوط وأروح جاي قدام المراية منظف حرف الجيفت إذا كان سواء كان فيه ميكب أو ما كانش فيه ميكب طيب جميل فيه اتصال آخر فادوان نجول مساء الخير شكرا مساء الخير شكرا أنتظر ألو السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل يمين معايا أم محمد أهلا وسهلا فيك يا أم محمد زمان عنك أهلا بك يا أم محمد فضالي سؤالك إيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مساء الخير كيف حالك سائل نوف الله أزاك من يوم خير برنامجة التي تقدمها أرسالك عن المونة الزرقة هي تروح من حالها وللازم عملية وعندي سؤال ثاني كم مدة بين العملية وبين المونة الزرقة يعني بدأي لو ما صوت العملية تنعمي في المستقبل وشكرا شكرا لك يا أم محمد سؤالك جميل جدا هيستفيد منه ناس كتير قوي المياه الزرقة مرض خطير بين قسين للأسف بنسميه سارق النظر لأن سريع جدا بيضغط على العصب البصري بين قسين الأوعية الدموية للعصب البصري وبالتالي ممكن يروح البصر في أيام فإذا ما تبعناش مع الطبيب المختص ممكن يحصل عواقب وخيمة جدا مش محتاجين نعمل عمليات في 70-80% من الحالات ده الخبر الكويس معظم الحالات اللي بتكشف عندنا حتى عند غنة بتتعالج بأطارات المياه الزرقة تخفض ضغط العين تريح الأوعية الدموية تريح العصب البصري نحافظ على النظر بياخد أدوية وما بيستفدش ودي بنعرفها من المتابعة ساعتها بنلجأ للعملية الجراحية بقى فيه ليزر للمياه الزرقة ريح ناس مرضى كتير كمان من استعمال عمل العمليات اللي هم جراحية طيب إن شاء الله تكون أم مادة وغيرها استفادة هي بتقولي إمتى أقدر عمل العملية فرق ما بين العملية إمتى أعمل العملية أعمل العملية لو أنا بستعمل أكتر من ثلاث أطارات لتخفيض ضغط العين وما زال ضغط العين مرتفع ملوش دعوة لأجاب محمد بفترة زمانين لا هي لها دعوة أنا بستعمل كم نوع أطرة والأبحاث اللي أنا بعملها عند الطبيب اللي يبينقسين حاجة اسمها مجال إبصار وشعم قطعي على أعصاب العين حول العصب البصري إنها بتتدهور مع الوقت في الحالة دي أنا لازم إن أنا أعمل ما بستناش وقت معي يعني كل ما تابعت مع الطبيب ولجا ما في أي تحسن بالعكس إحنا بنتضهور يبقى إحنا إيه أما لو الأمور ثابتة يبقى إحنا ما نكمل زي ما حالا ألف سلامة لأم محمد إن شاء الله يكون لكل الاستفاد أرقامنا من جديد 02616100 وفي اتصال نقول مساء الخير يرجع النظر تمام تمام يعني بس الغباش ده الصباح صح كده؟ ده اللي أنا فهمته أيو يعني كان تمام بس يوقع أروح أنام وأجو من النوم يعني ما هو تمغبشة شوية ما تقلقش فأول حاجة أنت لسه عامل عملية بقى لك أقل من سعر فيبقى معنى ذلك لسه الأنسجة ما ترتبتش ولسه النظر النهائي لسه أنت ما وصلتش له فما تقلقش بالنسبة للعملية إن شاء الله ده واحد اتنين طالما ليه علاقة إن الغبشة دي الصباح أول ما تصحى من النوم يبقى ليه دعوة بطل بالجفاف أنت ما بتستعملش أطارات الترطيب بانتظام صح؟ شفت كشفتك يا رب دكتورك ما يكونش سمعني فيا بطل لازم تستعمل أطارات الترطيب بانتظام ولو بتشرب سجاير أو أي حاجة زي كده تتوقفها وتقلل مشاهدة الكمبيوتر والجوال على قد ما تقدر وزي ما قلنا قاعدة عشرين 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 اللي احنا شرحناها في أول البرنامج بتشرب سوائل كتير على قد ما تقدر تاكل مأكولات بحرية زي التونة مرة أو مرتين في الأسبوع شكرا إن شاء الله تبقى زي الفل إن شاء الله على الألف سلام عليك واسمع نصيح الدكتور يا علي في اتصال آخر نقول مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أتشرف باسمك صديقنا هاني الزكري من المدينة هاني أهلا وسهلا نهاني أيضا أهلا تفضل سؤالك للدكتور محمد تفضل يا هاني والله عندي يا دكتور لحمية في العينين يعني سنتين العين لحمية زائدة سلامات إن شاء الله بقى لحك تغير يا أستاذ هاني لا ما في عندي ألم ما في أي شيء بس لحمية زائدة أه أستاذ هاني طبيعة عملك طبيعة عملي أه شكرا والله من دوم بيعة شركة بتشتغل كتير بشرتك من البشرة الصمراء أيوة أيوة البشرة الصمراء بيبقى عنهم حساسة للشمس يا بطل أنت ما بتلبسش نظارة شمسية كتير صح لا ألبس نظارة شمسية خدتها قريبا أيوة بس أينك تأثرت خلاص أنا رأيي الحقيقة أن حضرتك تكشف علشان نشوف حجم هذه اللحمية بنسميها في الطب اسمها أو في طب العيون الضفرة ودي بتبقى حتة لحمة بيضة كده بتبقى موجودة على اللون على السواد بتاعلي أو بنقسين القرانية لو هي صغيرة ممكن نستعمل لها أطارات طبعا النظارة الشمسية مهمة جدا جدا وتبقى أصلية زي ما شرحنا في أول الحلقة وازاي نتأكدوا القصة دي وإيه أطارات الترتيب تستعملها بانتظام إذا كان حجمها كبير بنقسين أكتر من 3 ملي يبقى لازم يتوجب علينا لإزالتها لأنها هتأثر عن النظر على المدى التون السلام عليك يا هاني وكل المستمعين إحنا هنطلع فاصل آخر دكتوركي قد يكون آخر فاصل ونرجع نستكمل أكيد استفساراتكم وأسئلتكم حول موضوعنا اليوم أي شيء حول العيون يعني عندكم قلق منه تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق حسابنا على توتر فاصل قصير ويراجعين خلوكم على السماء في سؤالي دكتور من سامي الشهري حسابنا على توتر بيقول أنا أستخدم عدسات طبية من قبل خمسة سنوات وقررت أني أسوي العملية بس الفحوصات جالت أن القرنية عند تحت المسموح بدرجتان فهل تنصحني أسويها ولا أي دكتور مع أني ودي أسويها بس متخوف منها سامي إذا فيها خطورة أدي عملية تجميلية ما تعملهاش بس هذه النقطة بس أمش حاضر أساعدك أنا ما شفتش التصوير صراح يعني لو تقدر تبعث لي التصوير على تويتر لو تعملي لي منشن في تويتر خلاص وإنت أبعث يا سامي إما دايركت ميسج ممكن تحط لو إنت عايز تعملها دايركت ميسج أو لو إنت عايز تبعث صور بتاعت التصوير بتاعتك وأنا قيم لك الوضع دكتور بس ذكرنا بحسابك على تويتر حكيم عيون محمد حنتي حكيم عيون لو كتب بالعربي في السيرج حكيم عيون حكيم حيلاقي موجود ده سامي زي ما ذكر لك الدكتور أبعد صورة وإن شاء الله تصوير القرنية تعلنينه اليسار ومأساتك نرجع مرة ثانية لاتصالاتنا خلينا نشوف أكبر قدر ممكن من المتصلين مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكيد بس أتشرف باسمك أهلا وسهلا فيك يا حسين أهلا بك يا حسين بغيت أستفسر عن الحراف الغرانية أيوة أنا أتشرفت على الكمبيوتر وجلالي عندك انحراف نصيب في الغرانية طي ورحت على الدكتور جال الدكتور ما عندك انحراف ثم مين الأولاني مين اللي عمل الأولاني وأصدق بصريات يعني في محل نظرات أيوة أهلا أوكي في المستشفى من غير ذكر أسامي طي مستشفى حكومة يعني طي خلاص أوكي طيب الدكتور التاني اللي هو عمل لك بقى عمل لك حاجة يعني طبعا ما لك تصوير يا حسين تصوير بالكمبيوتر تصوير توبغرافيا بنسميه اي فهنا يقول لك عمل هالي وقال لي عندك انحراف بسيط طي ورحت الدكتور يقول لي ما عندك انحراف خلاص هو ده اللي يهمنا لأنه هو الفايصل الحقيقة يا حسين بيكون اللي هو تصوير القرانية بالكمبيوتر اللي هو الملون ده مش الكمبيوتر اللي هو بيطلع برينت الصغير ده لأ فيه تصوير اللي انا بتكلم عليه تصوير ملون كده يصور القرانية ويطلعوا بالالوان ده لو انت ما عملتوش يعملوا عشان هو ده اللي هيحسم الوضع معانا حسين ايه معكم طيب اثناء اثناء الخراءة لما بقرأ كتاب اللي بقرأ اي حاجة بتدخل الشروط مع بعض او الافضر كده مع بعض بس ده من غير نظارة بقى ولا بين نظارة بين نظارة بين نظارة بقى فيه حاجة بقى جوع طبيب بعض في اقرب فرصة لا كده نظارة مش مزبوط ونظارة لو هي عدلت ان يحرف بالكامل مفروض يبقى البعيد والجريب طيبين طيب في اتصال اخر مساء الخير الو اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله عندي بنت تجربة عندها خمس سنوات عندها انتدات القناة الدمعية بسيط وصالحين عندها حاول الحراف بسيط كده بسيطة مساء الله بسيطة ونراجع بسيطة من العيون لا ترى اي حاجة من خمس سنوات هل بدأ حال بيحصل لقدر الله العين ممكن يبقى فيها افرازات يعني من سميها خوع او صديد او كده بنزل دمع منها بس ما فيش ثاني لا بس ما منزلش منها خوع لا 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 بنزل دمع بس طيب والحاول اتعملوا تقييم مظبوط وعطوها نظارة ولا ولا ما تعملوا يوم من الارب يوم من الارب يوم من الارب يوم من الارب اصرفوا لها مجالس حاج النظر قال اصرفوا لها نظارة طب حلو والحاول ان شاء الله بس انت تتابع معاهم عشان تتأكد ان الحاول رح تماما بالنظارة لأن لو مراحش بالنظارة يعني في احتمال أني حيراه بالنظارة إن شاء الله وما لحنا هناخد نظارة ليه لو مراحش بالنظارة يبقى لازم هنعمل عملية بطري أما بالنسبة للموضوع القناة الدمعية فده محتاج عملية من غير وفيه انسداد في القناة الدمعية ملوش علاج بالأطارات ولا بالمساج ولا بالتدليك ولا الكلام ده هذا العمر لازم عملية فكي بقى نبوبا الموضوع بسيط بس محتاج عملية إن شاء الله ألف سلام عليها يا رب طيب فضلا لأمر اللي كلمنا بس يقفل الراديو عشان ما نسمع صوتنا دبل اتصال آخر مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الإكرام هلابك الله يصعد قلبك حبيبتي أخي تشرف باسمك أم عبد الله من المدينة المنوحة هلابك يا أم عبد الله أهل طيبة طيبة كلهم ما شاء الله أقول لك الله يخليك أنا أبغى دكتور محمد البطل وحدة عارفة عنده حاوله كده فسناعت أنه يعني ممتاز في عمليات الحوال فأبغى أجموه إن شاء الله خليكي تحت الهوى تحت الهوى عزيزتي احنا رحنا تكتب وكمان ألو أكتور يعيد وصف النظارة الشمسية اللي كيف أعرفها أصلية أو لأنك بتدخل محلات ماركاته بتاخدي وما بتطلع ديك هديك النظارة الأصلية الصحيح فأبغى يعيد لي يعني مواصفاتها بالضبط إيش موضوع على الكرت نفس إنت الكرت أنه يعني طيب أم عبدالله مش عارف عندك إنستجرام وأنه صعب سويا طيب ممتاز طيب حضيك ضيفيني بعد إذنك حنتيرة 30 H-A-N-T-E-R-A 3-0 وأنا عامل الفحص ده حطه فيديو 15 ثاني مفصل جدا يا أم عبدالله خالص جايب كزا نظرة شمس وحطت الكرت قدام عشان المريض إزاي يعرف إذا كان ده أصلي ولا مش عزي طيب أم عبدالله بس أطلب منك عزيز منك بكثار تعيد الكلام تاني بالنسبة ل خلاص يبقى الاختبار حتبص يعني من إنستجرام بالنسبة للكلام التاني إن النظارة الشمسية تبقى وإنتي تلبسيها تبقى النظارة تبقى كبيرة تبقى مغطية العين والحواجب ونزلة لحد الخد وتبقى كيرف مغطية الجوانب يعني مش ستريت تبقى كيرفد معووجة أو ملوية وتبقى غمقة وتبقى عليها أو والمخداد طبعا هتخش حضرتك على الحساب بتاعي هنتيرها 30 هتلاقي الفيديو يشرح الدنيا هتبقى سهلة خالص تعرف إزاي أصلية أو لا عزيزتي أم عبدالله خليك تحت الهوى لا تكفي لي الكنترول رح يعطيك كل المعلومات مفصلة الرقم إن شاء الله وحساب الدكتور إن شاء الله خليك يبستحت الهوى إن شاء الله رح أتوك ناخد اتصال جديد مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الإكرام هلعبك مساك الله بالخير مساك الله بالنور صديقنا أتشرف باسمك وسؤالك للدكتور معك هادو عزيزي عندي مشكلة في عيوني ألف سلام عليكم سلامة عيوني إيه الموضوع يا بطل كلمة هل معاه حكة؟ أه ممكن أتوقع ده جفاف التشخيص ده مش مصبوط هتحتاج حاج تكشف عن طبيب عيوني ده مش حساسي مو بحساسية لأ ممكن أن تكون أي مرهم ولا إيه علاج الحساسية لأ أنت كده ماشي غلط خد بالك في نقطة مهمة جدا معايش الاسم الكريم تاني؟ عبدالعزيز معاك بصي عبدالعزيز علاج الحساسية كورتيزون والكورتيزون يزيد الجفاف يسيء للحالة فاهمني إزاي؟ فالتمراضين لازم يتشخصوا مصبوط لأن علاج ده يضر بالتاني كلامي واضح؟ واضح واضح تمام الله عافيك عبدالعزيز شكرا لكم ألف سلامة يبغالك تشخيص زي ما ذكر الدكتور محمد أنت في مدينة جدة توجه لها مركز أو مركز البطل للعيون في اتصال نقدر ناخد آخر اتصال فدوة طيب ما في وقت طيب أعتذر عن كل الأشخاص اللي ما قدر ناخد اتصالاتهم ما شاء الله عدد كبير والله ما شاء الله كثير لسه في التويتر ما غطينا عموما بالنسبة جماعة تويتر برضو يعمليلي منشن وأصهر في كده عليهم بالليل نرد على أتصالاتهم إن شاء الله كمان حساب دكتورنا على الإنستجرام هنتيرا 30 A-H-A-N T-E-R-A 30 اللي هي 30 هذا حسابه على الإنستجرام مضبوط نفسه على التويتر تكتبوا حكيم عيون رح يطال لكم على طول دكتور محمد حنتيرا شكرا لك أنا اللي بشكرك والله حالة جميلة جدا فيها كل سلطة فيها من كل معلومات من كل بحر قطرة أخدنا إن شاء الله نكون أفدنا كمية كبيرة أو قدر كبير من المستمعين إن شاء الله زي ما ذكر وعدكم دكتور محمد على الإنستجرام أو على تويتر تقدروا تتابع حسابه وتسألوا أي استفسار نسمعين حين كده انتهت حلقتنا اللي اليوم كانت جدا مفيدة أشكر كل اللي تواصل معايا عن طريقة لتويتر أو اتصل علينا وأعتذر من الأشخاص اللي ما قدرت أخذ اتصالاتهم بغدا إن شاء الله ألقاكم في نفس الموعد في طبابة ألف من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ذهرا معاكم شادي عبدالعزيز انتظروا طبعا المبدعة كابتن ريما في فيتامين من الساعة الثنين إلى الساعة خمسة ألقاكم إن شاء الله على خير لتمتم بخير